تعودنا دايماً سووا سلطات واستمتع فيها بأوقات ودايماً تشوفوا البوفي دايماً أول شي تروحوا لحق السلطة الزوارة دولو اللي بنوديوا إيانا السلطة تروحوا إن شاء الله دايماً تاخدوا معاكم السلطة يعني الطبخة السريعة السهلة الخفيفة اللي الكل يحبها ويستمتع فيها والحين بعد صارت الحياة الصحية والكل يدور البداء الصحية ودور البداء الخفيفة إن شاء الله اليوم راح أسوي لكم سلطة وايد لذيذة وبنفس الوقت شي فيها أشياء مقلية وحلوة بطريقة حلوة وبسيطة سلطتنا اليوم كريسبي سلط سلطتنا وايد خفيفة مثل ما قلت لكم وعبارة عن الجرجيل ونحن نستخدم فيها الخس يعني خذيت تشكيلة حلوة من الخس الملون أول شي راح أقلي عندي البيديان طبعاً هني البيديان مقصصت أصابع وهم ما قلت لكم هي سلطة كريسبي فأم سويت لكم وهني شوية بطاط لحظوا شون مباشرتها بالبشارة أوكي وقسلتها بمي بارد يفضل تقسلونها بمي بارد مع ثلج لما تقسلونها بمي بارد وثلج يظل كريسبي ومحافظ على لونه وشكله يظل شاتر ما يصير ذبلان وذاوي وعندما تقلونها تحسون لأ تلصق مع بعض دائماً المي البارد يخلي البطاط منتعش وكل الخضار لما نقسلها نقسلها بمي بارد راح نستخدم اليوم زيت نور مثل ما تشوفون زيت نور وايد خفيف وصحي ورح نقلي فيه البيديان ونقلي فيه بعد البطاط اللي جهزنا هل عندنا هنين زيت ورح نعلي الحرارة ورح نقلي بعد البيديان بنفس الوقت هذا البطاط هنين يقتلكم مغسل ومنشفناه من السواء اللي فيه نحن رح نحطه على طول في الزيت حلى شاي بزيت نور انه خالي من المواد المهدرجة بنفس الوقت خالي من الزيوت المتحوله فوايد رح يكون البطاط خفيف عندنا وكريسبي حاولوا بها المرحلة الحين بس حركناه شوي بعدين نخليه على راحته ما نحركه وايد عشان لا يلصقوا نحن نحبات مع بعض من شوي ستويه مبلش نقدر نحركه نخليه يصير لونه مثل الذهبي عشان يصير كريسبي لما انتون تاكلون مع السلطة تحسون فيه اشياء مغرمشة حلوه البطاط رح يعطينا هنين الغرمشة الحلوه هذي بالذات لان قليناه بزيت نور عندي هنين البيديان هكثر سؤالي لي شلون ما نخلي البيديان يشرب زيت رشوا علي الملح وخلوه نشلي عشرين دقيقات مش خالب رح تشوفون تطلع منه السوائل بعدين نشفوه من السوائل هذي وقلوه بالزيت هاذا البطاط عندي لاحظوا شلون تقرمش وتحمر صار لذيذ وخفيف هاذا شكله بعد ما نقلي هاذا شكله بعد ما نقلي هاذا عندي البيديان هاذا عندي البيديان شوف شلون الحين بلاش يتحمر نحن نسوي السلسل خاصة وصلاتنا الكريسبي اللي شفتوها اليوم قلينا البيديان وقلينا البطاط الكريسبي باقي الدرسنج الحلو فرح احط هني عندي لبنة طبعا كمية الدرسنج على حسب كمية السلطة اللي عندكم يعني تابو تسوون سلطة وايد تقدون تحطون كمية كبيرة اما اذا تابو تسوون شوية ما يمنع وهذا عندي هني شوية ثوم هروس وما كثر ثوم بالسلطة رح نحط الليمون على حسب الذوق طبعا تابو تحطونه وايد ومايني زنور استخدمنا هني رح نحط شوية بغدونس ونحط شوية ماسترد والملح والفلفل الأسود استخدمت هني ماسترد ديجون رح نحط شوية فلفل أسود وشوية ملح وشوية ملح عشان يعطينا شي حموضة حلوة رح نحط شوية خل والسماق شوية خل قريب من قرشة صغيرة وراح نحط السماق اتفكر وراح نضيف عليهم ذيت الزيتون شوية زيت زيت زيتون عشان شنو يعطي نطعم نكهة الزيت زيتون تطلع واد حلوة مع السلطة اتفكر رح نضيف عليهم زيت زيتون رحمة تقريبا ثلاث كفاش كبار ونخلطها تشدي صلصتنا جاهزة اوكي راح نييف طبق التقديم اللي راح نجهز فيه صلطتنا الحلوة اللي سويناها اليوم فرح نحط الجرجير تحت ورح نحط فوق شوية خس او العكس على حسب ذوقكم بس نحن نحن نحب استخدم الجرجير اللي يكون صغار طعمه احلى حق السلطة وبعده ما يحتاج تقصصونه بس اذا كان كبار يحتاج واي شفوها يحبة كبيرة تصير عوادها سميكة بس الاصغار يصيرون لذيذين وبنفس الوقت ما فيهم حرارة اللسعة مالت الجرجير الحارة فيصير خفيف اوكي الشكل هاذا راح نحطه شوية خس او وقه طبقات تعني هاي السلطة وايد حلوة حق المشاوية يعني تنفع تودونها مع مشاوي حق الشالية اوكي راح نحط الشمندر شوية فوقها طبعا مكونات السلطة همين على حسب ذوقكم يعني اللي ما يحب الشمندر ممكن يحطوا الجزر ممكن تحطون الخيار ممكن تحطون طماط على حسب الذوق دايما لا تحدون نفسكم بشكل معين بالشكل هذا راح نحط السوس اللي سويناه خفيف الحلو بالنص بس خليه ينزل شدي بين الباديان اوكي بعدها راح نحط البطاط الكريسبي اللي سويناه هاك ها نحطينا البطاط الكريسبي حطيناها راح نزينها بشوية سنوبر على الأطراف عشان تصير غنية في المكونات وشوية بضع ونسبس للتلميع يعني رشة سبهان هذه سلطتنا اليوم اللي سويناها لكم كانت شري كريسبي ولذيذة وبنفس الوقت الخضروات اللي فيها كلها منعشة ولذيذة ولسنسون قلليناها برشة حب من زيت نور